أجرى الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن أول مباحثات هاتفية هي الأولى بينهما منذ سبعة أشهر وذلك في محاولة لضمان عدم تحول المنافسة بين البلدين إلى نزاع وذكر الإعلام الصيني أن شي جينبينغ تلقى صباح اليوم مكالمة هاتفية من نظيره الأمريكي جو بايدن حيث أجرى الزعيمان خلالها محادثات استراتيجية صريحة ومعمقة وواسعة نطاق حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وأضاف أن الرئيس الصيني أبلغ نظيره الأمريكي أن السياسة الولايات المتحدة تجاه الصين تسببت بصعوبات خطيرة مشددا على أن إعادة العلاقات بين البلدين إلى مصاريه الصحيح أمر بالغ الأهمية لمصير العالم وقال شي جينبينغ أن مستقبل العالم ومصيره يعتمدان على قدرة الصين والولايات المتحدة على إدارة علاقاتهما بشكل صحيح ومن جهته أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي أجرى مباحثات هاتفية مع نظره الصيني وذلك في محاولة لضمان عدم تحول المنافسة بين البلدين إلى نزاع وقال مسؤول كبير في الرئاسة الأمريكية أنه خلال المكالمة الهاتفية أبلغ بايدن نظيره الصيني أن الولايات المتحدة تريد أن يظل الزخم تنافسيا وأن لا نجد أنفسنا في المستقبل في وضع ننحرف فيه إلى نزاع غير مقصود وأقر بأن حالة الجمود الدبلوماسي بين البلدين لا يمكن أن تستمر محذرا من أن بقاء الحال على ما هو عليه بين واشنطن وبكين ينطوي على مخاطر خادر عيموني إنفانسكات بكين